دي حاجة بقى بتخليني هيا اسأل هي مسألة هنا علاقة المدرب باللعيب وكيفية استغلاله الاستغلال الامثل وبذات اللعيب النجوم عبدالله نيني صلاح انه مفيش كنا نقولها يقولك ما بيقننش يعني ما بينفردش بالكورة مش شايف نجوميته انا جاي يلعب مش جاي يشوف نفسي صلاح الحقيقة عمل كده نيني عمل كده زي ما انت بتقول عبدالله السعيد عمل كده ودي حاجة مهمة لازم يشتغل عليها دايما المدير الفني اكيد خلينا اكد لحضرك حاجة اللي هيلعب في منتخب مصر مع كارلوس كروش انا الاوحد في منتخب مصر مش هيبقى موجود ده كده قولا واحدا مايسترو مايسترو يعني تعليمات كروش صارمة داخل منتخب مصر يعني هو شوفنا لقطة كان بيتكلم مع اكرم توفيق وبيقول له لا ارجع وراء والتزم هو الراجل في اوقات معانا في المباراة ما تتقدمش للطرفين الملعب احمد ابو الفتوح اكرم توفيق ما تتقدمش فاما اكرم جي تقدم الراجل راح جاي مرجعه على طول وقف يعني ظهرت اللقطة بينهم هي تعليمات صارمة انا عندي تعليمات ان انت فرصة زميلك افضل من فرصتك لا تبصيله وفي الاخر منتخب مصر فاز مش هيقول ان فلان هو اللي كسب منتخب مصر لا تلات اهداف منتخب مصر فاز ده اللي انت عايزه والمرحلة دي مرحلة محتاجة تكاتف الجميع جوا الملعب شفنا لقطة الحضري والشناوي الفوزة يغطى عليها وانا فيش حاجة هو الشناوي كان شوية مش عايز يلعب الملعب هو كان عنده شكة كده اصابة فاتكلم مع الحضري هو عنه اصابة ووضح ان هو اتكلم يعني خلاص حكاية بقت معروفة قلتلك انا مصاب بالزبط ده ما فيهاش كلام يعني ما فيهاش كلام حتى انا تواصلت مع بعض الزملاء هناك مع منتخب مصر في ليبيا هو التفسير الوحيد لها كان كده الشناوي كان خايف لان الملعب نجيل صنوعي فهيأثر بشكل كبير هي اصابته ما كانتش مقلقة وما كانتش قوية لكن هو كان خايف بداية سيزون فكان خايف طبعا بالزبط فلعيبة منتخب مصر تعليمات صارمة من كرش وجهازه وانا برضو عايز احافظ على الشناوي لان انا ان شاء الله افترضنا ان ربنا سبحانه وتعالى كرمنا وفوزنا الماتشين اللي جايين وكرمنا واتقاهلنا وراح من عايز احافظ على راجل بتاعي اكيد اكيد لكن هي اصابته خفيفة يعني اصابته الشناوي النهاردة بالزبط هيجرأ اشعة لكن هي اصابة خفيفة مش هيكون غيابه طويل قد يغيب عن مواجهة النادي الاهلي والحرس بطل الناير لكن مش هتطول الاصابة لان هو خرج على طول الجاز الفني فضل ودكتور محمد ابو العيلة من السياق الكلام واللقطة اللي شفناها لان ان انت افضل ان انت تطلع عشان الاصابة ما تتفقمش لان عندك مطش تاني مع النادي الاهلي فاعتقد الشناوي هيكون راجع بسرعة وخلينا اقول لحضرتك نقطة تانية من ناحية كارلوس كروش كارلوس كروش هو زي ما قلت لحضرتك من شوية ان هو كان حرس مرمى هو العيب فبيهتم اوي بحراس المرمى متواجد في التدريبات على طول مع حراس المرمى اتكلم مع الشناوي فتقدر تقول ان مدرب حراس المرمى هو كارلوس كروش مش الحضر اوي دايما المدير الفني الاجنبي بيبقى اعتماده الاكتر على المساعدين الاجانب فانت معاك المدرب الحراس مصري اللي هو عصام الحضري لا هو كروش دماغه ان انا اللي مركز اوي وده اللي كان واضح ان هو كان بيعقد اجتماعات مع ابو جبل كتير جدا بيتكلم مع ابو جبل كتير وانت هتبقى موجود وما فيش حرس انا ما عنديش حرس رقم واحد وحتى مع محمد بسام والاربع حراس اللي موجودين في منتخب مصر محمد صبح الرابع هو الراجل واضح انه بيركس في اداء التفاصيل الراجل مرتب يعني جدا التدريب اصله مش بالضرورة اكون انا كنت نجمة ما حصلتش بالزبط ومش اي نجمة ما حصلش ينفع يدرق مرادونا فشل في التدريب بالزبط ترجمة نانسي قنقر